و زي ما بقول لحضراتكم المباراة 90 دقيقة و خلال 90 دقيقة قد تمتدل اكتر من كده ولكن خلينا نتكلم ان التسعين دقيقة ديت لازم تتعامل معها بشكل هادي فيه تركيز كبير اه زي ما بقول لحضراتكم لكن المباراة ديت محتاجة هدوء محتاجة حتى من الجماهير و انا ما عنديش اي شك ان الجماهير النادي الاهلي عندها هزي الثقافة ان حتى لو الامور امتدت شوية لقدر الله لقدر الله وارد في قرط القدم ان لقدر الله يحصل حاجة لكن هتلاقي جماهير النادي الاهلي شعلة لنهاية المباراة ان شاء الله ايا كانت ظروف المباراة ده بالنسبة لجماهير النادي الاهلي عندنا ثقة فيها عندنا كمان ثقة في الادارة الفنية كلر الحقيقة مباراة اللي كانت في تونس ادها بشكل تكتيكي اكتر من رائع بتختلف بقى ان واحد تكتيكي اكيد في المباراة العودة الشكل الضغط العالي هيكون ازاي ازاي ان شاء الله نسبة الاستحواز تكون بالنسبة لنا ممكن جدا وده الاهم في قرط القدم ازاي اي فرصة تجيلك يكون تترجم لهدف لان ده مهم جدا 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 ان شاء الله بكرة في فرص باذن الله النادي الاهلي عنده قدرة على خلق فرص بتهديف كتيرا ازاي تستغل هذه الفرص من بدري ان شاء الله ده يريح اللعيبة بشكل كبير ويديها ثقة في الملعب ان شاء الله باذن الله كمان دايما اللعيبة ودايما جاز الفني خلي بالك دايما بيفكر في السيناريو بقدرها الاسوأ ايه السيناريو اللي ممكن يتم خلال لو في شوية مشاكل في الملعب نتيجة مش في صالحنا دي امور كمان فنية مهمة جدا جدا اكيد كلر يشتغل عليها